أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 2 أيلول سبتمبر فجمعة مغاركة على الجميع وربنا يتقبل منكم الطاعات ويغفر لكم ويتجاوز عن سيئاتكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال طبعا اليوم توقعاتنا زي ما حكينا اليوم الجمعة القمر ما زال موجود في برج العقرب لغاية ساعات المساء بعدين بده ينتقل لبرج القوس وبما أنه موجود في برج العقرب معناته هو موجود الآن في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعدين هالقمر رح ينتقل لمنزلة الشولى وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما أنه القمر مازال موجود بالعقرب عنات كمان هاي الفترة منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحب بشدة يا بنكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هذا اليوم إما شراء بوليس التأمين أو عمل تأمين أو مراجعة شركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو استئجار أو شراء أو بيع عقر بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا مع أن زوايا جديدة هي نفس الزوايا اللي ذكرناها يوم أمس اللي هي أول زاوية زاوية تقابل إيجابية بين عطارد وبين المشتري وطبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة تسعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنها هاي فترة ممتازة للاتصالات وبيزيد اهتمامنا بالسفر والاتصالات القريبة والبعيدة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا زي ما حكينا مستمرة لغاية يوم خمسة تسعة طبعا تأثيراتها بتخلق جو من التسامح وممكن نتسامح مع الأشخاص اللي بيخطئوا أو أخطئوا بحقنا وبنقدر أن نمد يد العون لإلهم ونساعدهم في مسألة ما وبرضو بتدفعنا للتراجع عن خطأ ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية منفصل إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم تسعة تسعة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي عنا الآن زاويتين الصعبات اللي ما زالوا مأثرات طبعا أول وحدة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المريخ وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم أربعة تسعة بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جوعا من التوتر والعدوانية وبرضو هاي فترة يتوجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه كل كلمة بتكون محسوبة وممكن نتحسب عليها يعني الكلمات تأخذ على محمل مغاير وممكن ننفهم خطأ وبتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها وبتدل على أنه حكومة ما في دولة ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك اضطربات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية عنيفة وهي طويلة شوي تأثيراتها هي زاوية تربيع سلبية ما بين زحل وما بين أورانوس طبعا هاي مستمرة لغاية يوم 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس منفصلة اللي هي بين نبتون وبين بلوتو وحكينا هاي تأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو علاقة قديمة بترجع على الساحة بتظهر فجأة وهي رجعتها بترجع لتدعيم وضعنا أو تدعيم بعض الأمور اللي بتناسبنا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وجميع الزاوية مع القمر أول زاوية هي زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين زحل وهي تأثيرات ذروتها الساعة ستة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات العصر من واجه مصاعب وعراقية اللي بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت الإيجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام ساعة 12 و 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وطبعا هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام ساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وهي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا تأثيراتها من ساعات تقريبا يعني الضحى ما قبل الظهر بشوي وبتستمر لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي طبعا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيذ من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار مدته تقريبا بحدود الخمس ساعات هو رح يبدأ خلو المسار الساعة 5 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 و 39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر رح يستقر في برج القوس الساعة 10 و 39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش عشان هيك من ساعات المساء بنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ونطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عندنا اليوم لغاية ساعات منتصف الليل تقريبا أو لغاية ساعات المساء الأعضاء الأكثر حساسية يعني الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج، الإحليل، الغداد التناسلية، المبايض، لبروستاتا، عضم العانى والجينات أما في ساعات المساء المتأخرة فبتصير الأعضاء الأكثر حساسية الكبد والعجز وعضم الفخد، عضم آخر العمود الفقري، عضلات الورك، مبصل الورك، الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لدون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب ورغم أنه في زاوية التربيع مع زحة الزهرة وتأثيراتها بتيجي يعني نقدر نحكي من ساعات الظهر فعشان هيك ما قبل الظهر جيد العمليات التجميل مثل الحقن والجراحة قص الشعر التجميلي الصبغ وأيضا يصلح للقص العلاجي ولكن هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين خمسة تسعة رح يكون بدايته في تمام الساعة واحدة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين ودقيقتين صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ستة أيام في تمام الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وثلاثين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة منتحسه بنسبة خمسة عشر في المية القمر في العقرب بدي انتقل للقوس طبعا رح يضل في القوس لغاية يوم خمسة تسعة طبعا هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زوحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو بيحمل معاه فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا انكوا تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حرصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع يعني الاهتمام كله رح يكون على الأموال المشتركة والأمور القديمة والتاريخ ميراث أشخاص غادرون في هاي الحياة هم هاي أكثر الموضيع اللي رح تظلوا مركزين عليها طيلة النهار ولغاية ساعات المساء قرابة ساعات المساء احنا ما بنا نحكي عن توقعات ساعات المساء في حلقة الغد رح نذكرها ولكن تلميحا القمر بانتقل للبيت التاسع اللي هو بيت العلاقات مع الأجانب والعلاقات الخارجية والاتصالات الخارجية وأمور إلها علاقة بالسفر وأيضا الامتحانات والمقابلات وهي بيت قوي بالنسبة لأيكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك بظل طيلة النهار من الآن ولا طيلة النهار بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم تقدروا اليوم إنه تمسكوا عصابكم شوي حافظوا على هدوء عصابكم نبرد صوتكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو هيك تجد إنك مظلوم فيها أو تشعر بالظلم والقهر أهمش إنك ما تيأس وحاول إنك تكون صبور لا غاية ساعات المساء من ساعات المساء القمر رح يتحرك للبيت التامن فبصير اهتمامك كله بالأموال المشتركة يعني اللي بتيجي من زوج من بنك ضريبة تأمين ديون قروض أشياء من هذا القبيل الاهتمامات وبتخف عليك بعض الضغوطات اللي أنت بتعاني منها إليك يومين ولكن الاهتمامات كلها بتصير إما بصحتك أو صحة أحد الأحبة أو أمور منزلية برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس طيلة النهار ولغاية ساعات المساء فعشان هيك بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نضموا جدوى الغذائكم خذوا قسط كافي من الراحة حاولوا أنكم ما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برأيك واستمع لأرأي الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل خلال هذا اليوم بملف أو معاملة في ساعات المساء طبعا بدك تحذر لأن القمر رح يصير مقابلك تماما فطاقتك بتنزل جيدة لا تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن ابعدوا عن المشاكل واتخاذ القرارات الحاسمة يد ما بتقدروا لأنه طاقتك أنت ضعيفة وهذا الشيء رح يكون ضدك مش لصالحك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ما زالت الأجواء جيدة طيلة الساعات القادمة وساعات الصباح لغاية ساعات المساء فبتظل الفترة هاي فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن أنك تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مساء لك وللتواصل مع المحيط الأجواء جيدة ودعم لإلك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت السادس فبصير التركيز على العمل على الصحة علاقاتكم بزملائكم إنجاز بعض الأعمال وممكن تجد صعوبة في إنجاز جميع أعمالك أو يتراكم العمل عندك برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا بظل التركيز كله على الأمور البيتية طيلت ساعات المساء والصباح ولا غاية ساعات المساء المتأخرة فبتنهمكم في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يهتم بتصليحات منزلية أو ديكور أو بعض الترتيبات العائلية أو يغير سكنه بتميلوا للتقارب بينك وبين أفراد العائلة أو مديد العنلة لهم ممكن تدخل فترة فيها بعض المواجهات مع الحبيب أو أفراد العائلة بدك تضبط أعصابك بسبب الزوايا السلبية يعني الفترة هاي متوترة ومتقلبة في نفس الوقت بتضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي إنك ما تهمل صحتك في ساعة المساء القمر رح ينتقل للبيت الخامس يعني بيت الحظ والعاطفي والحب والعلاقات العاطفية ورح يكون الحظ دعم لإلك بشكل قوي برج العذراء بالنسبة للموليد برج العذراء وطبعاً بظل الأجواء من الآن لغاية ساعات المساء نشاط عالي جداً دراسي سفر اتصالات فترة مناسبة برضو للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن أواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار في ساعات المساء المتأخرة بصير الاهتمام إلى علاقة بالبيت والعائلة فأنا رح تنهمكم في إدخال تعديل على مسكنكم أشخاص ممكن شوي يهتموا ببعض المسائل عائلية أو مع الحبيب يعني برضو فترة شوي بكم فيها بعض التوتر ممكن يصير عطل منزلي أو اهتمام بتصليحات أو مشكلة عائلية مثلاً بتحاول تحلها برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شينكوا تتفائلوا بالخير حاولوا انكوا تنطلقوا اسعوا للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء حسنوا العلاقات الفترة هاي برضو فيها انشغالات على الصعيد المالي من الآن ولغاية ساعات المساء كل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم أهم شي انه تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ومن المصاريف اللي مالها أي داعي أما في ساعات المساء طبعا رح تنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبتصير الفترة هاي ممتازة لتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران فترة مناسبة جدا للمفاوضات شرط أنه تضبط أعصابك أثناء الحوار والنقاش برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتم نشطون وحيويون وبينجذ بلك أفراد من الجنس الآخر بتقدروا تبادر لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيد كامل حيويتك وممكن اليوم تتلقى جوابه بتنتظره تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك وخصوصا أنه القمر في ساعات المساء برضو رح ينطلق للبيت المال فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم من ساعات المساء المتأخر والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي برضو في بعض الاهتمام بهدية بجائزة بتكريم بسداد بعض الفواتير أو الأمور الأخرى برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتجتازه بصورة عامة فترة غير مريحة خلال هذا اليوم كمان لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب ورح يظل لغاية ساعات المساء المتأخرة لا يوصل عندكم فهاي فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم موجود أي مخاطر زي ما حكينا يوم أمس بس إنجزوا ما بوسعكم من عمل ضروري وحاولوا أنكم تخلدوا للراحة وحاضروا من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوض عادة لما القمر بيصير في بيت المتاعب تكون قليلة فحاول أنك ما تجازف خلال هذا اليوم أما في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير موجود عندكم فبتصير عندكم نشاط عالي وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر وبتقدروا تبادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي يعني الأجواء بتصير إيجابية ودعم لإلكم خصوصا خلال فترة العشر أيام القادمة فيها كثير من الأشياء الإيجابية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم خلال هذا اليوم بوسعك وتحقيق أمني بمساعدة صديق أهم إش إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب رح تفرحوا بوجود أحد الأصحاب وترفع عن نفسك خلال هذا اليوم في لقاء ودي غير منتظر ممكن يكون مع الأصدقاء مع الأصحاب ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أشياء من هذا القبيل ولكن في ساعات المساء القمر رح ينتقل يصير في بيت متاعبك فمن ساعة المساء رح تشعر أن طاقتك نزلت ورح تدخل فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر ولكن حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وتخلدوا للراحة بالأيام القادمة لأنها فترة مخيبة للآمال وحاولوا تنتبهوا ما تجازفوا ما تغامروا ما تتخذوا قرارات حاسمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا بإثبات جدارتكم ونيررضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ لأنه القمر شوي ما زال بشكل زاوية فيها نوع من أنواع التحدي عشان هيك ممكن تكون غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات وممكن اليوم بعض موليد برج الدلو يكرموا أو يحصلوا على فرصة مهمة أما في ساعات المساء طبعا الأجواء رح تتغير لصالحكم فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم مساعدة صديق أهم شيء أنه اليوم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء وفي نفس اللحظة النشاط الاجتماعي هو اللي ممكن تحصل منه بعض المكاسب اللي تكون لصالحك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا الفترة هاي ممتازة جدا وممكن يصلكم خبر سار نبعيد أو من كثرة الاتصالات والحوارات والنقاشات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو مطالبة بحقوق لا لكم بتظل الأجواء ممتازة لغاية ساعات المساء وبتشعروا بقوة العاطفة طيلة النهار مع الأحباء يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو بعضكم يسافر في رحلة أو يفرح لإنفراج وتسوي مهمة ممكن تهتموا بهواية جديدة بتكونوا حيويين ومتحمسين لمتابعة المساعي وكذلك عندكم القدرة على التواصل مع المحيط أما في ساعات المساء المتأخرة فبتصير الأجواء شوي لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة بتصير جيد الفترة القادمة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تحسين على طبيعة عملهم أهم شيء أنك تثبتوا جدارتكم ونيل رضا المسؤولين لأن الفترة هي بتهتم بالصحة بالعمل والعلاقات مع المسؤولين الكبار أهم شيء أنه بالفترة القادمة ومن ساعات المساء حاذروا من الخلافات لأن الجو شوي بيخليك عصبي أو حاد أو سهل الإنفعال فما تغامر ما تجازف ما تعمل المشاكل والفترة يعني بتمتحنك على المستوى السمعة يعني هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء